السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد هنتعلم ان شاء الله تعالى مرسم منظر طبيعي ده الجزء الاول من الفيديو طبعا زي ما انتم شايفين بنبدأ برسم السماء بنعمل السماء بلون ازرق اللون الازرق ده محطوط عليه احمر وبيض يعني التكوين بتاعه احمر وبيض وزرق ولكن الازرق هو المحطوط بكمية اكبر طبعا هنا عشان هنرسم الغروب فهنضيف تحت بني وبرطاني هنضيف السماء من تحت بني وبرطاني ومن فوقها تاخد لونها الطبيعي اللوح اللي احنا شغلين عليها دي مقاسها 35 في 25 اللوح اماش على الشاسي خشم بنضيف البرطاني من تحت زي ما انتم شايفين وبنحاول نضيف الازرق على البرطاني من فوق بحيس نخلط اللي وننفى بعض بالشكل ده نضيف البرطاني من فوق نضيف البرطاني من فوق نضيف البرطاني من فوق الجزء اللي في النص ده هنا بنعمل السحابة بلون رصاصي غامق جدا وبنعمل سحابة من فوق كبيرة بالشكل ده نضيف البرطاني من فوق وتحت بنرسم تفاصيل صغيرة او سحاب صغير كل بلون الرصاصي زي ما انتم شايف كده وبعد كده هنضيف الفتح كل ما بننزل لتحت كل ما بنصغر حجم السحاب وبنبهي التفاصيله يعني التفاصيل ما بتكونش واضحة قوي عندما كلها بنطلع لفوق كلها بنظهر التفاصيل ويعني يفضل ان حجم السحاب من فوق يكون كبير شوية نحاول نسيح الاطراف من خليهاش حدة ولكن مش كل الاطراف يعني ممكن تسيب بعض السحاب اطراف واضحة ولكن نحاول في الاغلب تخلي الاطراف تكون ممسوحة بنجيب لون فتح شوية مخلوط عليه الاصفر علشان يدينا لسعة الاضاءة بتاعة الغروب دي ونحاول نفتح الاطراف اللي في جهة الشمس اطراف اللي في جهة الشمس بنحاول نديلها لون فتح وهندمجه دلوقتي ولكن احنا بنضيف اللون بشكل مبدئي لازم ندمجه بالطريقة دي كده ممسوحة والسحاب ما بيخلصي عندي عندي درجة واحدة فتحة ممكن نحط درجة كمان ودرجة تالتة كمان كما انت شايف كل مرة بجيب لون فتح وبدي لساعات كده فتحة على الاطراف من جهة الشمس طبعا لازم تشتغل في الخطوة دي فورشة صغيرة لو انت هتشتغل على لوحة صغيرة زي دي لو انت هتشتغل على جنب كبير يبقى برضو لازم تستخدم الفورشة المناسبة طيب دي الخطوة تقريبا الاخيرة في السحاب بنجيب لهم فتح جدا وبنحط برضو على الاطراف بنحط على الاطراف كلها وبعد كده بنوزع بالفورشة نحط على الاطراف بنفض الفورشة معنا حتة قماشة بنمسح الفورشة في القماشة ونسيح اللون مع اللون الغامده ممكن بعد ما تخلص رسم السحاب تبص على تاني تحس ان هو محتاج تعديل تاني ومحتاج شغل تاني فما فيش مشكلة طول ما انت شايف ان العنصر لسه مخلص ومحتاج تفاصيل اكتر ما تسيبوش لما تحس انه خلاص يعني من كده مش محتاج حاجة تاني انا برضو حسيت ان اللون اللي انا حطيته ده فاتح اوي او عاطي على الابيض اوي فضفت سنة اصفر وعدت على الخطوة اللي فاتت تاني بالاصفر والابيض طبعا برضو بعد الخطوات دي لازم اضيف الرصاص الغامق تاني عشان هنا اصلا المساحه الاكبر للرصاص الغامق مش للاروان الفتحة بنفتح الجزء اللي تحت ده عشان دي منطقة الشمس وبنبديلها الاتجاهات بتاعتها بالشكل ده نعمل الشرعقة بتاع الشمس بكل الاتجاهات دي طبعا بنشتغل بالاصفر الغامق في البداية وبعد كده بنضيف الالوان الفتح زي ما قلتلكم هنا بنضيف رصاصي تاني اهو في السحاب رصاصي الغامق اللي احنا اشتغلنا به في اول خطوة بنحاول نخليه هو السائد في شكل السحاب لان الطبيعة في رسم الغروب ان السحابة بيكون شكلها غامق جدا طيب ده الجزء الاول زي ما انتم شايفين اتعلمنا فيه رسم السماء والسحاب اه في اجزاء تانية ان شاء الله فيه جزئين كمان للرسمة دي اه بازن الله يكونوا متوفرين قريب جدا على القناة لو مستني الفيديوهات الجاية او الاجزاء الجاية ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك وشير واشوفكم الفيديو التانية ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته